كما أكد وزير الخارجية الصينية وانجي أن بلاده ومصر ستواصلون يتعجز التنسيق والتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية مشددا على أهمية تنفيذ حل الدولتين لفتح أفاق سياسية للسلام وخلال مؤتمر صحفي أعرب وزير الخارجية الصينية عن سعادته بأن مصر هي أول محطات جبلته الأفريقية وأكدا تقت بلاده بتحقيق رئيس السيسي لنهضة شاملة في مصر على مدى سنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتح السيسي حقق الشعب المصري إنجازات عظيمة في بناء الوطن قبل أيام فاز الرئيس عبد الفتح السيسي مرة أخرى بأغلبية الأسوات ونتقدم بالتحناء الخالصة لذلك ونثق بأن سيد الرئيس سيواصل قيادة الشعب المصري لإحراز مزيد من الإنجازات في تحقيق نحضة الأومة تصادف أسناء الجارية الذكرى العاشرة لإقامة شراكة لستراتيجية شاملة بين الصين ومصر فعلى مدى عقد بقيادة من الرئيسين الشيجينبين والسيسي فتحت البلدين عهداً ذحبياً لتطور التفري للعلاقات أثنائية